دعا رئيس التحالف الإصلاح والأعمار عمار الحكيم رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي إلى الوقوف على مطالب محافظة البصرة بيان لمكتب الحكيم ذكر أن الأخير جدد خلال استقباله وفدن من الحراك الشعبي في محافظة البصرة موقفه الداعم للحراك الشعبي في البصرة والمطالب بالحقوق وتقديم الخدمات وبأن يكون لأهل البصرة دور في اختيار محافظهما كما هو دورهم في اختيار ممثلهما